نظم سكان مدينة بشا حضرة اقليم والداية مسيرة دعم وتأييد لرئيس مفوضية الاتحاد الافريقي مسافكي محمد ولرئيس الجمهورية إدرسي ديبي إتنو وكان حاكم الاقليم محمد بشير أكرمي هو من رأس المناسبة عبدالله هارون برما في إطار تقديم التحالي والتبركات لرئيس الجمهورية بفوز مفوضية الاتحاد الافريقي فقد تجمهر سكان مدينة بشا حضرة اقليم والداية في مسيرة تأييد ومساندة لرئيس الجمهورية إدرسي ديبي إتنو شارك فيها ممثلية الحزاب السياسية وجمعيات المجتمع المدني والجمعيات النسائية ومختلف طلاب المدارسة رافعين الافتات كتبت عليها إبارات تأييد ومساندة لرئيس الجمهورية ومسفكي محمد حيث انطلقت المسيرة من أمام مقر حاكم اقليم والداي حتى وصولا إلى ميدان الهرية بمدينة أبشة وبهذا الصدد التاريقي قدم حاكم اقليم والداي محمد بشير أكرمي خطابا باسم سكان الاقليم ألا تأييدهم ومساندتهم التمى لفخامة رئيس الجمهورية إدرسي ديبي إتنو ومسفكي محمد ألا النجاح الباهر الذي حققتها الدبلوماسية الشادية ووصول موسفكي محمد على رازم فوضية الاتحاد الافريقي كما قدم شكره لرئيس الجمهورية ألا جهوده حول التنمية الوطنية والأمن والاستقرار والسلام ألا الصعيدين المحلي والإقليمي معكدا بأن سكان اقليم والداي يدعمون سياسة رئيس الجمهورية إدرسي ديبي إتنو الرامية إلى التنمية الشاملة في كافة المجال